عيوب منهج النشاط على الرغم من المميزات التي يتميز بها منهج النشاط إلا أن له عيوب منها عدم مساعدة المتعلمين على إتقان المعرفة الأكاديمية وهذا يترك فيه ثقافة المتعلمين فجوات كبيرة تحول دون حصولهم على المبادئ العامة التي تنظم المعرفة تنظيمة منطقية أيضا من عيوب منهج النشاط أنه يقلل من الاهتمام بمشكلات المجتمع فهو يعتمد بصورة رئيسة على ميور المتعلمين والتي قد تتعارض أو تتجاهل المجتمع ومشكلاته صعوبة الملأمة بين المحتوى وقدرات المتعلمين فقد يميل المتعلمون أو بعضهم إلى أشياء تتطلب دراستها قدرات لا تتوافر بالضرورة لديهم أيضا من عيوب منهج النشاط عدم الاهتمام بتتابع الخبرات التربوية هذا المنهج يهتم بحاضر المتعلم مع إهمال تراث الماضي وكذلك ما ينبغي المتعلم أن يكون عليه في المستقبل لمواجهة المشكلات التي تنتظره يصعب تطبيق منهج النشاط في مدارسنا الحالية فهو يحتاج إلى إعادة النظر في تنظيم الجدول المدرسي وكذلك اليوم الدراسي وحجرات الدراسة وأيضا إعداد المعلمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا النوع من المناهج الدراسية ترجمة نانسي قنقر